يلا بسألكم سؤال من أحسن واحد في النهدي كمه؟ Yes Why did you say hello? No, I got to do it by myself بل 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 الغصب تبعهم يقول لك غصبا عنهم بان بعيد حوله ولا بله زي هكذا كلهم تكلموا وانت يا النتفة عقبوا واحد تقول ايه عقبوا واحد وغصبا علي وعلي 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 بس بس زي بس لحظة شويش يعني أنا بقيت أخليهم يتفاعلون بس يتكلمون بس مدريش طلعت منهم هالسوال فهذه لا احنا نبيهم كل يحب الثاني كل يساعد الثاني كل يعمل العمل اللي قاعد يسويه ليس عشان يروي الناس عشان الله يتقبل العمل وعشان نيتها تكون خالصة لله فالله يأجرها عليها أما اللي يقول شوفوني وسويت وسويت ده ما لا أجر عند الله ولا لها شيء طبعا لأن الله سبحانه وتعالى لما تشارك في العمل غيره ابتغاء مرضات غيره من الناس وغيره ما لك عمل الله يقول في الحديث القدسي أنا أغني الأغنياء عن الشرك لما أشارك في عمل معي غيري تركته وشركه يعني أنا أصلي وعدل في صلاتي عشان فلاني تشوفني أبوي أمي يرضون على صلاتي ولا راحوا معاد أصلي ولا مهتم في الصلاة أنا أصلي رياء وسمع للناس سبحانه أنا معدب وساكت جدام أبوي جدام الأستاذ جدام لي لراحة وأشاغب ولعوز وذلك هاي ما صويت العمل لكن لما أنا أصلي بخشوع أبي الله اللي يرضى عليك قبل الناس عصران وما لا يخص في الناس العمل بيني وبين ربي يعني كل الأعمال مربوطة بالنية والنية محلها إيش؟ القلب القلب والله يتطلع على بواطن الناس يعرف أنت قاعد تسوي حتى عمل الخير ذلك للناس وشوفوني وصوروني ولا تبغي الأجر والمذوبة من الله وأن الله يكرمك ويرفع البلع عنك ويعجرك ويصلح لك من شأنك يعني النية هي الأساس نحن نقول النية مطية وكذلك في العمل وعشان كده نحن نضرب لعياننا مثل قدوة القدوة هنا صاحب النقب اسمه قصة اسمها صاحب النقب نحن نعطيها في ابتدائي في ثالث أو رابعة كالزمان فالقصة تقول لما حاصر مسلم ابن عبد الملك أخو الخليفة كان هو القائد فحاصر حصن واستعصى عليهم الحصن لم يكنوا يدخلونه فجاءتهم معلومات أن هناك حائط ضعيف جدا من الداخل ولكن يجب أن يكون في الداخل يكسره وسوي فيه نقب يعني ممر ممر يدخل منه الجيش أو يختار قهل الجيش في الجدار نفسه فقال من ينقب لنا نقبا في هذا الحائط حتى ندخل ونستحوذ على الحصن الذي فيه الكفار فمحط طلع لكي تعرفون الفرق هنا فلما انتصف الليل قام رجل من عامة الجيش جندي محد يعرضه فتلطم يعني تلثم وقال لبعض الجند الرابعة ألقوا به داخل الحصن فإن عاني الله نقبت لكم النقب وإن لم أستطع متوا هناك قال لهم أنا فلان وقلوا فلان اللي سوا وشوفوني أنا بطل أحسن منكم أنت خوافين تلما احنا قاعدين نقول هذا خلال فرموا به داخل الحصن ولا يعرفون هو ولا يعرفون منه واحد من الجند فهني لأن عنده إخلاص الله أعانى وجعله ينقب هذا النقب ويدخل الجيش ويحتل الحصن فبعد ما افتحوا الحصن وقف مسلم خطيبا في الناس قال أين صاحب النقب لو مثلنا نحن اللي قاعدين سؤاله أنا اللي سويت أنا اللي عطيني أنا اللي مثل الشباب حين زين فما طلع نواده في اليوم الثاني ما طلع في اليوم الثالث قال أستحلفك بالله يا صاحب النقب إلا أتيتني في ليل أو نهار مثل ما تبي تعالي لأنه عرف أنه ما يريد يطلع جدا من الناس فلما انتصف الليل في ذاك اليوم جاء رجل إلى حرسي مسلم حرس الخيمة قال لهم أريد أن أقابله قالوا من نقول له؟ قال أقول له رسول صاحب النقب يعني أنا جاي من عند صاحب النقب قال أنا هني بعد ما قال أنا لأن الآن هذه هي المصيبة تشوفوني فراحوا وقال له رسول صاحب النقب وقال له خلي يجي فلما دخل لنا يبي يعرف منه فقال ماذا يطلب صاحب النقب؟ يعني شاء الشروق اللي يبيه عشان يجي لنا؟ قال يطلب ثلاثا ألا تسود اسمه إلى الخليفة يعني لا تكتب اسمه حق الأمير أو الملك أو السلطان عشان يكافع ولا ترقي وتعطيه درجة وفلوس وغيره ولا تخبر الجند باسمه ما تعلم حد باسمه منه ما يبي حد يعرفه فقال قبلك مسلمة بس علمني يقولي منه قال أنا هو فاحتضنه مسلما له أمير الجيش وقعد يبكي وقام خطيبا في الناس في اليوم التالي في الجند كله قال والله وهو يبكي قال والله إن الله ليعلم من هو صاحب النقب وأنا أعلمه وأنتم لا تعلمونه فأجره على الله وأسأل الله تعالى أن يحشرني مع صاحب النقب يوم القيامة وكان في كل صلاة يصليها شيء يقول اللهم أعشرني مع صاحب النقب لين مات مسلمة وهو يدعو بهذا الدعاء احنا لين اليوم ما نعرف منه صاحب النقب لكن نعرف أن مسلمة هو قائد الجيش اللهم لكن هذا كان الله يعرفه وهذا اللي اللي إحنا نبيها والله يبيها هذه هي شباب عرفته شلون إذن تعلمتوا يا شباب خلاص أن نسوي العمل ونبدع فيه ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى وأنه يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم نحن في النهاية نقول لا تتكلم عن نفسك بل دع أفعالك هي التي تتكلم عنك وقالوا أيضا مادح نفسه كذاب لا يصدق ولا يعتمد عليه اشتركوا في القناة موسيقى